طبيعة كثير من القوة الشيعية هي أساسا لا تؤمن بعمل التكامل ولا تؤمن بلا لصاحب المنجز بقدر ما هي تؤمن بطبيعة التواجد في المشهد السياسي العراقي بعض القوة السياسية لديها مخاوف أنه في حالة أن ما يحققه هنا كتلة صدرية من منجز خاصة أنها تمتلك كثير من الأدوات تمتلك قواة جماهيرية واسعة طرحت موضوع فتح ملفات فساد وهذا ما يقلق كثير من القوة السياسية التي تغولت بالفساد وأصبحت هي جزء من بنيان منظومة الفساد التي تحد وتقف بالضد من أي محاولة لبناء دولة حقيقية هذه مسألة إضافة إلى كل هذا أن القوة السياسية الشيعية تدرك تماما أن المواطن العراقي بالمجمل وهنا أتحدث أن كان عربيا كرديا سنيا شيعيا يبحث عن يكون هناك كتلة قادرة على إعادة الأمور إلى نصابها ولذلك هي تخشى هذا الموضوع وهذا التعلق إضافة إلى كل هذا دائما من يكون في السلطة عيني الناس ترنوا عليه ويلتفون حوله فلذلك هذه القوة السياسية أقولها بكل وضوح هي لا تريد أي شيء يتحقق في هذا المنجز والدليل على كلامي أنه طوال فترة التي مضت وهم يستلمون السلطة وكانوا على سجدة الحكم لم يقدموا منجز ولذلك خرجت انتفاضة تشرين التي قدمت أقولها بكل وضوح مئات من الشهداء الشباب والعراق كله مدين بشهداء انتفاضة تشرين لأنهم وضعوا الأسس الحقيقية للتغيير ولذلك نجد أن الكتل السياسية في لحظة رهبة في لحظة خوف في لحظة قلق وجودي ذهبوا إلى تقديم جملة من التشريعات التي ساهمت بموضوع التغيير الحقيقي هذه القوة السياسية كانت دائما تتحدث بما يعرف بالكتلة الوراثية بمعنى هذا أن رئيس الكتلة يكون ثم يأتي من بعده أولاده وأحفاده وبناته وأنسابه وأصهاره لكي يستلموا السلطة طالما هو موجود ويحصل الأصوات وبالتالي يغدق من مقدرات الدولة العراقية لكي يوزعها على كل من حوله فلابد أن يبقى هم لا يؤمنون أنا أقول الكثير وليس الكل هم لا يؤمنون بمفهوم الدولة بقدر ما يؤمنون ويتقاتلون على مشروع السلطة لذلك خرجت الانتفاضة من هذه المناطق تطالب وتصرخ بكل صوت وتقول أين حقي في هذا الموضوع وخرجت ولذلك أقول هذه الكثلة السياسية تخشى أي متغير جديد فلابد أن تقف بالضد منه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر